48 لاعب كأعظم لاعبين وأساطير في لعبة كرة القدم لو بدأت بالأسماء اللي بدأت أو الأسماء اللي كتبت في هذا الخبر عن طريق موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء هتشوفوا أسماء عظيمة جداً وتفتخر كمصري وكأهلاوي إن عندك اتنين من ضمن 48 بل في الترتيب بيتفوقوا على لاعبين عرب ولاعبين متميزين في الكرة العالمية أبرزهم مثلاً مشهي البلاتيني نجم الكرة الفرنسية أبدأ بأول اسم بلي من البرازيل زيكو من البرازيل دوسانتوس طبعاً النجم البرازيلي ورونالدو ثم بعد ذلك بيكينباور من ألمانيا جيرامولار لوسر ماتيوس كل ده من ألمانيا جوهان كرويف نجم هولندا فان باستين أيضاً نجم هولندا ورود خليت بوبت شارلتون سير بوبت شارلتون نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهم نجم الكرة الإنجليزية ودييجو أرماندو ماردونا النجم الأرجنتيني ثم في الترتيب كابتن محمود الخطيب بيبو نجم النادي الأهلي ونجم القرى المصرية ورئيس النادي الأهلي في التوقيت الحالي والكابتن محمد أبو تريكا من مصر ثم ميشيل بلاتيني من فرنسا في الترتيب وأيضاً زيني دين زيدان زيزو من فرنسا والمدير الفن الحالي لنادي ريال مدريد وأنتونيو باباريل توتا من المكسيك سانشيز المكسيكي وإيزيبيو البرتغالي لويس فيجو البرتغال دينيزوف الإيطالي روبرت باجو إيطاليا ثم بقى من اللاعبين العرب رابح ماجر من الجزائر ميلا من الكاميرون علي دائي من إيران جورج وايا ليبيريا نوانكو كانو من نيجيريا أيضاً كمان اللاعب العربي جاسم سلطان من الكويت شلافيرت حارس مرمى منتخب باراجوي ماجد عبدالله من السعودية رايان جيجز من ويلز لو تتخيلوا ممكن أنا قلتلكوا أبرز الأسامل الجمهور هيكون عارفها لكن انتو بتتكلموا دلوقتي في 48 كأساطير أعظم 48 من لمسوا ولعبوا كرة القدم عبر التاريخ وعلى مدار التاريخ وحول العالم يذكر اسم الكابتن محمود الخطيب كأعظم لاعب كرة مصرية وأيضاً الكابتن محمد أبو تريكا ضمن أعظم 48 طبقاً لإحصائيات وأرقام الاتحار الدولي للتاريخ والإحصاء عليك أن تفتخر بقيمة رموزك ولاعبيك ونجومك اللي اسمهم بيتسطر وبيتكتب مش أقول في التاريخ فقط لا ده كمان بيتسطر وبيتكتب حول العالم